معلومة ستقلب حرب الخلافة رأسا على عاقب وحقيقة مولد واحد من الأمراء ستكشف ابن بيوند نترو الفصل 402 يعتبر واحد من أطول فصول هانتر ليس بالضرورة بسبب الصفحات لكن المترجم قال أنه يحتوي على عشرة آلاف كلمة يابانية المقارنة مع العربية فهي أقل بكثير لكن بالتأكيد هذا الفصل كان دسم وسيتم مراجعةه بالطريقة السالسة وبدون تعقيد في هذا المقطع لا تنسوا أن تتابعوني في التويتش أتابع هناك الفصول أسبوعيا ونناقشها فور نزولها هذا الفصل عبارة عن خطة غبية أدت إلى خطة عبقرية وكل فصل يحتوي على بطل آخر غير كرابيكا وبطل هذا الفصل كان بالتأكيد هو كايزر لكن قبل ذلك بعد أن عرفت الأمير الخامس طببيبا بموافقة كرابيكا لمشاركتها وضحت خطتها الفيلية فطببيبا هدفها الأول كان ولا زال الإحاطة بالأمراء الكبار وحماية الصغار ولهذا التحالف مع كرابيكا كان مهم لكن كرابيكا يرسل خبر للأمير الثالث بتحالف مختلف ويخبره أن إذا بقي في النهاية فقط الأمير زانجلي وتببيبا ووابل سينسحبها الخامس والرابع عشر ليعطوا العرش لزانجلي الثالث مع أننا نعرف أن هذا ليس ما تريده تببيبا لكن هل كرابيكا اضطر أن يكذب على زانجلي لأجل تحالفه مع تببيبا؟ أو بالأحرى تحالفه مع لونجي؟ إن ما كشفت عنه لونجي الأسبوع الماضي كان أكبر بكثير من هذه التحالفات وهنا تكشف تببيبا أنها فعلت هذا عن قصد تظهر استسلامها وتجعل الأمير الأول يصب تركيزه على الأمير الثالث لكن نحن نعرف أن الاستسلام في هذه الحرب ليس مسموحا أصلا بعد أن وافق كرابيكا على أن يصبح الشريكة تببيبا يظهر وحش نين خاصتها لأن قدرته هي محول من سنف التعاون ويحتاج شريك لكي ينتج أنواع مختلفة من العقاقير داخل جسده لكن ما لا تعرفه تببيبا أن هناك جندي ينتظر ظهور وحشها كي يعرف قدرته ويلتهمه حينما تحين الفرصة أطول جزئية في الفصل كانت مع سينريتو وكايسر كاتشو بعدما ماتت وحش نين خاصتها جسدها وأصبح كيانا واحدا وله نفس ذكريات وشخصيات كاتشو حاليا هي وسينريتو يحاولان إنقاذ أختها فوجيتو من الموت بسبب الأرواح الشريرة المحيطة بها والكل يعرف عن موت كاتشو إلا فوجيتو كايزا من القسم القضائي كان يستجوب سينريتو وفوجيتو بسبب ما حصل في المأدوب السابقة وهروبهم لكن تضح أن كايزا له خطط أخرى هو قال أنه يريد مساعدتهم لأنه معجب بسينريتو لكن خطته الكبرى هي القضاء على الأمراء الخمس الأوائل ومساعدة فوجيتو لكي تصبح الملك مشكلة سينريتو مع كايزر أنها تشك أنه يكذب مع أن قدرتها تستطيع كشف الكذب لكنها تشك أن كايزر متلاعب فيه أو أنه يتلاعب بنفسه بسبب توارد سينريتو في هروب الأميرتين تم توقيفها ودعوتها من خمس أمراء وظنت سابقا أن واحد منهم سيكون مسؤول عن لعنة فوجيتو الفصل أربعمائة ظهر أنها تكلمت معهم كلهم ولم تلاحظ أي تغيير فيهم فيعني أن لا أحد مشتبه به لكن في هذا الفصل تظهر عدة على فوجيتو وتحل السينريتو أنها عدة حشرة وتشبه آثار الحقن وهذه في الغالب علامة نين وتقول أيضا أن مستخدمين نين تتفاعل قواهم على مراحل إذا تذكرتم ففوجيتو قالت أن قدرتها التي تجسد بابا واحدا في اليوم أصبحت تجسد أبوابا كثيرة في اليوم الواحد وتستنسي جوكاتشو أن العدو أوهما فوجيتو بوجود باب ثاني مزيف وبسبب أثار الحقن شبهوا الموضوع بتأثير المخدرات وربطوه بالأمير السابع لوزوروس لأنه معروف بتورورتي في المخدرات والمافيا مع أن ربط سينريدو بسيط وغير منطقي يعني فقط كون لوزوروس يترأس المافيا هذا لا يؤكد توروته لكن هذا الحدث سيؤدي إلى أحداث أكبر بكثير لهذا علامة فوجيتو لها تفسيرين سينريدو لا تعرف عن وحش لوزوروس لكن منطقيا أن تربطه به لأن الوحش يأخذ شخصية صاحبه وذكر سابقا أن وحشه يجهز فخا عن طريق تجسيد أي ما كان يشتهيه الهدف وتتفاعل قدرته ويقع في الفخ فهذا بالضبط ما حصل للأمير أرادت استخدام قدرتها بشكل أكبر فجسد لها بابا وذلك الباب كان فخ حتى شكل يوحي بأنه يعطي عدة حشرة لكن تبقى المشكلة أن واحد من شروط الجر أن الوحوش لا تهاجم أمير يحمي وحش آخر بشكل مباشر حسنا هل يمكن اعتبار هذا الهجوم غير مباشر؟ في الفصل السابق بعد أن شرطت لونغي على كرابيكا كان واحد من الشروط عدم الهجوم فقال كرابيكا ما الذي تقصدينه بالضبط بالهجوم فممكن العلاج يعتبر هجوم أيضا مقصد هو أن عدم هجوم الوحوش مباشرة لا نعرف تفاصيله بعد فممكن بالفعل أن وحش الأمير هو من هاجمها بشكل غير مباشر لكن لما اختارها هي بالضبط؟ وهل كانت قريبة منه للعنها؟ ماذا إن كانت فوجته خرجت من الخلافة بالفعل بسبب غروبها؟ أو تعتبر ميتة بسبب ارتباطها مع وحش أختها؟ ثاني سبب وهو يوشوهي جندي الأمير الأول وأنا أستبعده لكن قدرته تسمى How to get away with murder قدرته يستدعى فيها كرة بحجم حشرة ولها إبرة تعيي الهدف وبعد فترة حضانة غير محددة المدة تقتل القدرة الهدف فترة الحضانة أطول بكثير بالنسبة لغير مستخدمين نين يوشوهي كان في غرفة فوجيتو قبل أن ينتقل لغرفة الأمير الثامن ويقتله ووقتها بالفعل وضع عليها علامة وعلق كرته عليها لكن قبل أن يصبح مفعولها ساري ابتعدت عنه فوجيتو مما أدى إلى إنهاء قدرته فالخيارين فيهم مشكلة لكن ممكن أن العلامة ليست لها علاقة باللعنة وهذه لعنة من أبناء بيوند أو جنود كاميلا ونتذكر دائما أن تحليل الشخصيات ليس دائما صحيح لكن هذا التحليل فتح باب لحدث أكبر وجود كايزر مع سينريدو وكاتشو يفيدهم كثيرا ولو أن حتى كاتشو أصبحت ذكية وممكن هذا بسبب أنين بعد الموت لكن كايزر هذا الشخص داهية لكن هدفه هو قتل الأمراء الكبار وحماية الأمير فوجيتو وحتى جعلها الملكة طبعا القسم القضائي سيستفيد من هذا الموضوع إذا كان هدفهم حكم كاكن فجعل الأمير ضعيف مثل فوجيتو يعتلي العرش فيسهل عليهم التحكم به وبكاكن لكن المشكلة أن فوجيتو ستموت قريبا إذا استمرت هذه الأرواح بالإحاطة بها وهنا تأتي الخطة التي شكلها الثلاثي يا أنهم يقتلوا الأمير أو وحشه أولا يجب أن يعرفوا هل باب فوجيتو تستطيع إدخال أشخاص آخرين غيرها هي وأختها ومعروف أيضا أن الباب تستطيع فتحها في مكان سبق زارته من قبل ما دام داخل السفينة طبعا لأن الجر تمنع الأمراء من الخروج وهنا يربط تكاشي هذه الخطة السخيفة بخطة أفضل وأكثر خبثا لماذا قلت خطة صخيفة؟ إن السنة تريد العزف لكي تنوم الأمير وبعدها سيحمله كايزر في باب فوجيتو وسيضعونه في غرفة قوارب النجاة وسيحصل له نفس ما حصل للأميرتين والجر طبعا لن تتركه يذهب بدون قتله وسيموت بدون معرفة البقية بتدخلهم في الموضوع يعني كأن لزروس حرب أولا الخطة مشابهة جدا لخطة الأميرتين وثانيا الأغلبية سيلاحظونها وثانيا هل وحش الأمير لن يحميه؟ مستحيل أظن أن كايزر وافقهم في الخطة لأن هدفه سيكتمل قبل ذلك وهو الدخول إلى غرف الأمراء وبهذا تصبح فوجيتو قادر على وضع بابها والدخول إلى الغرف متما أرادت كايزر وافقهم في الخطة لأن هدفه سيكتمل قبل ذلك وعيوض أن يستهدف فولوزوروس سيستهدف جميع الأمراء وسيدخل إلى غرف الأمراء وبهذا تصبح فوجيتو قادر على وضع بابها والدخول إلى الغرف متما أرادت لكن ما الذي سيستفيده كايزر من الدخول إلى غرف الأمراء؟ مثل ما قلت هدف كايزر سواء كان متلاعب فيه أو لا فهو يعمل مع القسم القضائي وهذه قوة محايدة لا تريد التدخل في حرب الخلافة لكن كايزر على استعداد للانخراط في مسابقة الخلافة واختيال العديد من الأمراء بسبب حبه لسينرت وموسيقاها كما يؤمن بقوة الكلمات في تغيير عقول الآخرين ممكن أن نيته حقا صافية لتغيير العالم لكن لا شيء مؤكد ولهذا يستغل الوضع لوضع باب عند كل أمير ليستخدمه لاحقا أسؤال الآن كيف سيقنع الأمراء في الدخول إلى غرفهم؟ وهنا تأتي فكرة كايزر بكتابة رسالة من كاتشو اللي مفروض الكل يعرف أنها ميتة فستكون مثل وصية لإخوتها وهذا سيرجح قراءتهم لها ووجود القسم القضائي معهم كحامي يسهل الأمور تحوى الرسالة ليس سياسي لكنه يحتوي على معلومات مهمة عن كل أمير وسعود لأهمية هذا الشيء لاحقا أول أمير يتم الدخول إلى غرفته هو بين يمين الأمير الأول يعرف بحالتها لكن على عكس ما تعودنا عليه أظهر اهتمامه بأخته أظن أن الأمير يهتم لكاكن والإخوته الصغار لكنه يريد اقتلاع الأغصان الغير مفيدة في عائلتهم مثل تيردنيش والحرب ترغيمه على هذا وحشو حاول إبعاد الأرواح الشرير عن فوجيتو لا أنه يتبع نية الأمير أو أنه حذر للغاية يقول أن هذه الأرواح ليست بسبب قدرتها ولا بسبب حراسها فستعيش لأقل من عشرة أيام يضيف أن الرسالة عادية مع أني أظن أن الرسالة كان فيها طلب من أخته كاتشو لحماية فوجيتو أو أنه سر لأمير ما لكن كايزر استفاد كثيرا من هذه المقابلة فبينجامن يسأله عن موسي جنديه الذي قتلته الأمير الثاني كاميلا والذي المفروض منه أن يعرف موته بالفعل لكنه يتغابه وحتى القسم القضائي أظنهم يعرفون هذا لكن لا يستطيعون فيه لا شيء بما أن ليس هناك أي دليل على موت موسي وبسبب هذه المحادثة زل لسان بنيامن وقال أن هذه المشكلة أي عدم إيجاد موسي لا ترقى لمستويات الأزمات الوطنية ولن يلجأ للقانون العرفي لأشرحها بطريقة أبسط فكايزر ذهب سابقا عند ستاين من الفي سيكس وأعطاه زل يضغط عليه إذا هجم الجيش وفرض سلطته على إذا هجم الجيش وفرض سلطته أي أصبح هو الحاكم إذا بنيامن لم يستطع أن يفوز بالخلافة فيستطيع تفعيل هذه الورقة وقتها كايزر لم يكن يعرف إن كان هذا ممكن حتى بنيامن هنا أعطاه جوابه وفضح نفسه بإخباره أنه بإمكانه تطبيق القانون العرفي متى ما أراد حينما تحين اللحظة المناسبة يعني أن عطاءه للزر كان مهم وهذه الزلة حصلت لعدم وجود مستشار ويد الأمير اليمنى بلساميكو أين هو بالمناسبة؟ آخر مرة تم القبض على الأمير التاسع والآن بلساميكو يستغل هذه الفرصة كي يقتل الأمير قبل عودته لمقره خصوصا وأنه بعيد عن حرسه ولهذا سيستخدم سلاح فتاك كانت تجربة فاشلة لقتله بدون إبقاء أي أثر هل سيستطيع فعلها مع وجود وحش الأمير الحامي الحذر؟ أممكن أن بلساميكو عنده قدرة نين لا تساعده في ذلك إذن تعب بلساميكو فحتى بنيامن سيصب عليه إكمال الخلافة بدون استشارته الغرفة التالية كانت للأمير الخامس وبعدها للسادس سايسون ولنتكلم قليلا عن انتباعها هنا نحس أنها حقا الوحيدة التي تعاطفت مع موت أختها أظن أن نهايتها أصبحت قريبة وستكون أحزن من نهاية كاتشو التالي هو الأساسي والمشتبه به الأول لوزوروس يعز فجيتو بموت أختها كأنهم ليسوا إخوة يقرأ الرسالة ويتفاجأ من محتواها حتى ولو أنه ليس له علاقة بالخلافة يعطيها لكايزر لقراءتها ولو أن كايزر أصلا هو من كتبها ويتضح أن القسم القضائي يعرف أسرارا عن الأمراء كلهم هذه ورقتهم الرابحة إذا ما قرر أمير الانقلاب عليهم لكن ستسأل هنا كيف لكاتشو طفلة أن تعرف هذه الأسرار كايزر يقول هذا في صالحنا والأمراء سيبحثون بهوس عن مصدر معلوماتها بدون فائدة الرسالة التي وصلت لوزوروس هي معلومات مصاربة عن الأمير الرابع اختيار الرابع هنا ذكي من كايزر لأن السابع يموّل المافيا بينما الرابع كان مموّل سابق للمافيا وهذا جعل لوزوروس يهتم بحفظ التوازن لكن مسكين لا يعرف أن التوازن تم تدميره بالفعل من قبل مورينا لوزوروس أيضا حاول خداع كايزر فقال أن الأمير الرابع عنده أكثر من هذا يخفيه في جعبته ولو أنه شخص سيء أيضا لكن ليس مثل السيري دنيش أبدا فنحن نعرف مصائب السيري دنيش لكن هل هناك مصائب أخرى أسوأ؟ يظن أن كاتشو تريد تحريض اللوزوروس مع السيري دنيش وطلب الحماية من بين يمن كما لا يعرفه أن كايزر هو من تلعب به ولا يعرف أنه كتب أسرار الجميع في الرسائل قبل أن تداب فوجيت في يعطيها باشو تميمة ولمن لا يتذكر فقدرة باشو كانت هي كتابة شعر على ورقة إذا كانت جودة شعر جيدة يتحقق كل ما هو مكتوب يحاول أن يساعد فوجيت في تطهير الأرواح مؤقتا وعطاها وقتا أطول للعيش برقة كرابيكا انضمت أساسا لجعل كرابيكا يقترب من الأمير الرابع لكن كل واحد منهم يحمي أميره ويتعلق به حقا كلهم أبطال هذا الأرق مع كرابيكا وانتظر منهم الكثير حانيا أصبحت فوجيتو ليست فقط متبقية معانا لمدة أطول وأنها ستكون سبب في إنهاء معظم الأمراء بمساعدة كايزر وسينيري دو وأختها يبقى فقط أربعة أمراء لم تزرهم الأمير كاميلا كانت محجوزة لكن تم الإفراج عنها مع المراقبة ويا أننا سنراها الأسبوع القادم أو أنها لم تقبل بمقابلتهم الأمير الثالث أيضا لم تزره ولا نعرف سبب والأمير ماريام يا لأنه ما زال داخل البعد أو لأنها لن تستهدف أصلا لأنه من الإخوان الصغر ويبقى الأمير الأخطر الداهية كم سيستمر تقاشي في جعل هذا الأمير مميزا هل سيتفوق على مروهم من ناحية الشر المطلق والخطر أنا متأكد أن تقاشي لا يعطيه كل هذه القوة والتمييز إلا إن كان يعرف كيف ينهيه فلنتذكر أن قدرة الأمير تخوله رؤية عشر ثواني من المستقبل وتغييره لكنه يكون في حالة زيتسو أي ليس هناك وحش حاميلة ولا حتى نيني أحميه وهذه الثغرة كبيرة كما يفعله الأمير حاليا هو إبطال هذه الثغرة بتفعيل الزيتسو في أجزاء من الثانية جزء من الثانية في العالم الحقيقي ستعني رؤيته لعشر ثواني من المستقبل وتغييرها وسيصبح لا يقهر طبعا زيتسو وإخماد الهالة ويحتاج تركيز كبير لكن تيريدنيش يجري ويلعب ويتكلم وهو مفاعل زيتسو وهذا شيء لم نراه من قبل طبعا صالكوف الذي ولد بالزيتسو أخذه هذا التمرين نصف عام ويب تم تأكيد أن صالكوف واحد من أبناء بيونترو بمعنى هو ولد بالزيتسو ما يأخذ من المستخدم المحترف في النين ستة أشهر يأخذ من تيريدنيش يوما واحدا فقط نعرف أن صالكوف وثيتس يعرفون خطورة هذا الرجل وأنانيته لأنه سيستخدم قوته لمصلحته الخاصة فقط لكن كيف سيتم إيقافه؟ ثيتس حاليا مجروحة من وحشه لأنها حاولت قتله وأما قدرته فاتضح أنها تخرق كل القواعد وهي من أندر القدرات حتى بين المتخصصين يعني مستوعبين المتخصصين أصلا نادرين كما شرحوا قدرتها أيضا الوحش النين الذي يجسده غير وحشه الحامي يخزن هالة الأمير في الحالة العادية ويطلقها حينما يفعل الزيتسو هل هذا يعني أن وحشه الحامي ممكن أن يظهر حتى مع الزيتسو لأنه فيها لمخزنة والوحش الحامي تغدى عليها؟ لكن هنا المشكلة يقول سالكوف أنه لا يرى الوحش الثاني الذي تتحدث عنه ثيتسو هل ممكن أن وحشه الحامي تلعب بها؟ أشك في ذلك لأن الثيتسو رأته بالفعل وأظن أن وحشا إن هذا يظهر فقط لأشخاص معينين مثل تيتسو أو لأنها تكذب عليه هذا الوحش مع وحشه الاثنين وقفت أمامهم تيتسو صامدة فيها لشجاعتها لكن ما سهل تميز سيردنيش؟ نعم هو عبقري لكن هل هذه حقا جيناته؟ أم أنها جينات عائلة نترو؟ وهنا نأتي لأكبر حدث في الفصل وهو آخر رسالتين الرسالتين تم إرسالهما للأمير التاسع هالكيمبر وكورابيكا الأمير التاسع مغم عليه حاليا وهذا الحدث تزامن مع هزة أخرى ونحن نعرف أن الهزة تعني استخدامه لقدرته التي ينقل فيها الوعي فمن المتسبب في ذلك؟ وهل ممكن أن التاسع نقل وعيه؟ وبلساميكو لن يستطيع إنهاءه؟ محتوى الرسالة هي كالتالي تيربينيامين شرور تيردنيش وحقيقة مولد الأمير هالكيمبر إضافة إلى معلومة ستقلب حرف الخلافة رأسا على عقب لحظة لحظة هل حقيقة مولد تاسع يعني أنه بالتأكيد ابن بيوند؟ كونتوغاشي كشف موضوع ابناء بيوند لفصل السابق فممكن أن يكون هذا فخم منه لاستدراجنا مثل وحش لوزوروس إبعاد عن حقيقة ابن بيوند لكن هناك بعض من المنطق هالكيمبرغ أيضا موهوب وأنه قوي وهو الوحيد من إخوته الذي يريد تغيير نظام كاكين أي أنه ضد كاكين أيضا معروف أن الأمير لا يتفهم مع أمه وأخته كاميلا وتوببا وكان يدرس في مدرسة داخلية منذ سن الخامس حتى أن في إشاعات تقول أنه كان يهرب من الاغتيال في هذه السن الصغيرة وأنه يتقبل سيردنيش الوحيد من بين جميع الأمراء في نظرية في ذهني إذا كان ابن بيوند فسيكون من المنطقي هربه من أمه وأخوته وممكن أن بيوند التجأ له في هذه الفترة أو أنه لا يعرف ممكن هو من سيلتقي ببيوند وممكن سيكون بجسد شخص ثاني أما النظرية الثانية فهو أنه ابن الملك الأولى وليس الثانية هناك الشبه الكبير بينهما هناك الشبه الكبير والغريب بينهما وقربه أيضا من أخيه تيردنيش وأيضا عدم تفاهمه وهربه من عائلته لكن لما سيغيرون مولده أو نسبه؟ هل خوفا مما يستطيع فعله في المستقبل خصوصا منافسة إخوته؟ وممكن حتى بيوند والده يعني كل الفرضيات ممكنة الغريب أنه ما زال لم يتواصل بعد مع الأمير الرابع مع أنه قريب منه لكن هل يعرف عن شرور تيردنيش؟ أو أنه سيتفاجأ؟ وهنا نأتي لأهم شيء وهي أن هذه الرسالة وصلت لكرابيكا فهذه ستكون ورقة رابحة له ممكن أن يستخدمها ضد الأمراء أو يستخدمها للتحالف مع التاسع ضد الأول والرابع كرابيكا يستطيع أن يستخدم سيربينيا من ضده وسيعرف أكثر عن شخصية الأمير الرابع وأنه وحش لا يمكن التفاوض معه أما إذا كان هالكنبرغ بن بيوند فهذا سيسهل عليه الحصول على علاوة لونجي وقدرتها أن تستعتمد على كرابكا في الاستفادة من هذه المعلومات وإيجاد طغرة لإيقاف الحرب دون وقود ضحايا آخرين فكيف سيجد حل وهو لا يمكن لأي أمير مغادرة سفينة ما لم تنتهي هذه الحرب أو يموت كلهم؟ كان الفصل دسم ويبني لأحداث كبيرة ستحصل في المستقبل متحمسة جدا لما يخبئه توقاشي لتتابعوني على حساباتي في السوشيال ميديا وفي قناتي الثانية وألقاكم في مقطع ثاني داني